أحمدت دخوله كله للسودان وقبل اليوم أن أتكلم في وسائل الإعلام العالمية أحمدت دخوله في السودان كله وتاريخ السودان سنة 1997 اللي هو بقيادة العمدة دقلو العمدة دقلو الآن ما عنده إدارة أصلاً وإذا سبت العمدة دقلو عنده إدارة نظارة أو سلطنة أو شرطاي هو بيتبع لها أنا أكون أطلب معاه مقابلة في إحدى الغنوات العالمية أشان أثبت أنه هجمتين سودان وكونوا عمدة من قبل النظام كونوا عمدة بدون إدارة وبدون أرض وهو أصلاً تشادي أشان إثبت سودانته الحكومة قامت به بتفكيك النسيج وتفكيك العمل الهناي وعمل حمدتي مدفاعاً عن النظام فقط أصلاً هو شغل بلف حول أنه شغل غبلي النظام أشان دائر يعمل المسألة دي غبلية بين عرب وغير عرب بما يسميه النظام قبل اليوم ما كان فيه فما لقيت يد نفذ المهمة دي فقط إنسان هو من أصل غير سوداني وما لجزور في السودان حتى لغته ما لغة سودانية ومعروف لدينا نحن نعرفه تماماً نعرف عمدة ذاته وجيمتين من أجل ده بتدفع لي مبالغ هائلة